بعدما يقارب شهرين من انطلاق مشاورات الكويت ما زالت العربة قبل الحصان والطريق غير معبدة هذا ما اكتشفه وكشف عنه رئيس الوفد الحكومي وزير الخارجي عبد الملك المخلافي الذي أعلن أن مشاورات الكويت وصلت إلى طريق مزدود وأن الإنقلابيين يفاوضون من أجل إضاعة الوقت 59 يوما كانت هي عمر الشوط الثالث من مشاورات السلام في الكويت التي لم يحدد سقفها الزمني يقوم خلالها المبعوث الأممي بنشر التطمينات وتوزيع الأوهام بحسب ما صرح به العديد من المسؤولين في الحكومة تكذيب ونفي التصريحات المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لم يقتصر على الجانب الحكومي بل تقاسمه معه وفد الميليشيا فبعد كل إعلان لولد الشيخ بنجاح المشاورات وتحقيق انفراجة وتقدم في المباحثات يصدر نفي من الأطراف المختلفة الموقف الأكثر وضوحا جاء اليوم على لسان نائب مدير مكتب الرئاسة الدكتور محمد العليمي الذي قال إن المفاوضات تأول إلى سراب مطالبا الأمم المتحدة بأن توضح الطرف المعرقلي للسلام ومقوض الجهود ويستمرئ القتل والانتهاكات لا أحد يعرف طبيعة الحسابات التي تنظر الأمم المتحدة ومبعوثها من خلالها لمآلات الأوضاع في اليمن ويبدو أن التسويات تطبخ في مكان آخر بعيدا عن مكان المفاوضات أو أن هناك اتجاه لفرض تسوية على مقاس الأطراف الدولية وما يدور في الكويت ليس إلا لذر الرماد على العيون ترجمة نانسي قنقر